السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في كتير من الأوقات بنسأل نفسنا أنه ليه الواقع اللي أنا دايره ما بيتجلى ما بيتحكك تكون عندي كتير من الأمنيات وكتير من الأسئلة خصوصا لما نكون عايزين أنوم بنسأل نفسنا أنه على قذر المجهود اللي أنا ببذل ببذل كتير من المجهود ببذل كتير من الطاقة كتير من الخطط دائما في حالة بتاع التلف وجري وتعب وإرهاق بحاول أعمل كل شي بقدر عليه وشان أغير الواقع اللي أنا فيه والبيحصل إنه الواقع بمشي من سيء لأسوأ ليه بيحصل كده كتير بنسأل نفسنا السؤال دا إنه ليه بيحصل كده ليه أنا قدر ما أنا بعمل قدر ما بحاول دخلت دورات جربتها عملتها دفعت كتير من القروش عملت كتير من حاجاته الواقع عندي ماشي حرفيا من سيء لأسوأ كيف بتحصل حاجة دي كل الناس الحواليني بدل ما هم يكونوا دعمين بيقولوا بيتحولوا بيتبددوا من أشخاص دعمين وناس بظاهرين بمظهر كويس ويقول خلاص زينا العوض زينا الناس اللي سيساعدوني دل هيحصل فبتحصل حاجات مختلفة تماما ودائما بنسأل نفسنا السؤال دا إنه ليه طيب أنا اللي اللي جاية ساعدكم في إنه نعرف ليه بتحصل حاجة دي ليه دائما واقعنا بمشي من سيء لأسوأ اللي ناس بيتغير في حياتنا ليه قدر ما أنا ببذل مجهود ببذل طاقة كل ما الحاية دي ماشي تعباني أكتر كل ما أنا ببذل مجهود أكتر كل ما أنا بتعب أكتر نفسيتي تعباني أكتر صحاتي تعباني أكتر واقعي ماشي من سيء لأسوأ أول حاجة أنا حابة إنه أسألكم لقبل ما نحنا نعرف كيف أنا بقدر أغير الواقع بتاعي أو كيف أكتر أغير الواقع بتاعي إنه إنت لما بتعمل كده الحاجة اللي أنا بأعملها المجهود اللي أنا ببذل وطاقة اللي ببذلها صاحي من صباح الرحمن وبمشي وبجري وبعمل وبحاول وبقدم لي عشان أعمل شنو بالضبط النية بتاعتك شنو بين الحاجة اللي انت بتعملها حصل مرة فكرت الحاجة دي حصل مرة فكرت إنه ليه أنا قاعد أعمل كده قاعدت كده مع نفسك قلت كده يا ربي أنا لما أمشي أعمل وأسوي وأعمل الحاجة الفلانية عشان أعمل شنو عشان أصل لشنو الحاجة الوحيدة اللي بتصد بتكون في بالنا في الوقت ده إنه عشان ألقى نتيجة عشان الواقع بتاعي تغير بس إحنا من جوانا قاعدنا نعمل كده قاعد نفتكر إنه لما أنا أعمل كده فمفروض إنه الناس تعويض مع الحاجة دي مفروض إنه أنا قاعد أتعب وإنه بيحصل ليه وبيحصل ليه فمفروض ربا يعوضنا على التعب الآن بيتعبه بس أنا النية بتعتي في العمق حقيقي لمنه للناس إنه أنا بقدم عشان ناس وهم مفروض يرجعوا لي ولا مفروض عشان الكون هو مجبر إنه والناس مجبر إنه هي ترجع لي تعبي والواقع السيء والوضع السيء اللي أنا عايش فيه ولا أنا بنوي من الحاجة اللي أنا بعملها من المجهود اللي أنا بفذل من الصحية بتاعتي من القرشة بتفاعة من الإرهاق اللي قاعد أفذلوا إنه هي عبادة لربها سبحانه وتعالى وإنه دي طريقة من طرق السعي ولا لأ أنا قاعد أعمل وقاعد أفعل وقاعد أسوي والذي بيحصر إنه كل شي ماشي منسية لأسوأ السؤال الأول السؤال الثاني اللي حبي إنه أسأل لك إنه المعتقدات والبرمجات اللي أنت قاعد تمشي بها خلال واقعك خلال الحركة بتاعتك خلال كده سألت نفسك في يوم من الأيام إنه هل هي حقتك ولا حقت زول تاني؟ كيف يعني حقتك ولا حقت زول تاني؟ ما أكيد طبعا حقتك هتكون حقت مين يعني؟ لا أفجتك إذا قاعدت مع نفسك قلت إنه أنا لما بفكر كده بالطريقة دي أنا لما بقدم للناس أنا لما بعمل الحاجة دي عشان هم مفرود رجوا عليه عشان إحنا تعودنا على كده عشان ذو العرفي بتاعنا كده إنه هي كان حقتك ولا حقت العرف ولا حقت الناس ولا حقت الأسرة والمعتقدات والأفكار اللي أنت أخدتها من المدرسة من المجتمع من الأبوان هي حقت مينو؟ فكرتها سألت نفسك إنه هي حقت مينو حقته ولا ما حقتي؟ أنا فعلا داير أعمل الحاجة دي ولا ما داير أعمله؟ أنا فعلا داير الطريقة اللي أنا عايز أقوم بيها وتحرك بيها وأصحابيها وأقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى ولا؟ لا داير الحاجة نحنا قمنا عليها داير الطريقة نحنا عايشين بيها نحنا وأبهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وبنفس الطريقة ونحنا هكذا بنفسي لكن دارين نتائج مختلفة ودارين واقع مختلفة سألت نفسك إنه هي حقيقة حقتك ولا حقت الناس؟ سألت نفسك إنه أنت مستعد تعمل تغيير ولا؟ لا أنا همشي بنفس الموال بنفس الطريقة والواقع إنه مفروض إنه يتغير إذا بالنسبة لك إنه لا أنا همشي بنفس الطريقة والواقع إنه يتغير أنا أعتذر إنه الحلقة دي ما هتقدر تساعدك بس إذا إنت حاسي إنه فعلاً أنت بتقدر تعمل ولو حاجة بسيطة إنه تخليك تقدر تعمل تغيير وتعمل تشفت لي حياتك سؤال واحد بس بطريقة واحدة بسيطة جداً ممكن إنه هي تغير كل شي حرفياً وهي الحاجة دي خطنية من الصباح أنا صحيط الصباح أنا عايز أعمل كده وكده وكده أنا عايز أعمل الحاجة دي ليه ولي منوه؟ عايز أعمله لي نفسي ولا عايز أعمله للناس؟ عايز أعمل للنفسي ولا عايز أعمل للربها سبحانه وتعالى؟ في كل خطوة في كل حركة خط كتة نية وخط التوكل على الربها سبحانه وتعالى وحرفياً حرفياً حرفياً حياتك حتتغير 180 درجة شكراً وممتنة جداً لحسن استماعك وألقاك إن شاء الله في حلقة جاية